السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلبة وطالبات الصف الثالث الأعدادي أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح مادة العلوم في منصة أرباث المباشرة التابعة لوزارة التربية والتعليم معكم اليوم الشامق الدين معالم أول علوم بمحافظة مطرون هنستكمل النهاردة بإذن الله كلامنا عن درس المرايا معادنا مع الجزء الثاني النهاردة في الجزء الثاني ده هنتكلم عن إيه أولاً هنبدأ نكمل كلامنا في أنواع المرايا ما ننساش الحصة اللي فاتت إحنا تكلمنا عن أول نوع من أنواع المرايا وهي المرآة المستوية نهاردة بإذن الله هنبدأ نتكلم على النوع التاني وهي المرايا الكرية ونبدأ بقى مفرع ما بين المرآة المحدبة والمرآة المقعرة وبعدين نبدأ ناخد المفاهيم الخاصة بالمرايا الكرية نقول باسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض الدرس بتاعنا نهاردة مبدأياً شاشة تشوفناها قبل كده أنواع المرايا إيه هي أنواع المرايا؟ قالي عندي نوعين كبار جداً المرايا من مرايا مستوية سطحها بيكون مستوي مفوش أي تعرضة نوع التاني من المرايا اللي هي المرايا الكرية ودي بتقسم الى محدبة أو مقعرة وهنتكلم عنها دلوقتي حبل أولاً الفرق ما بين المرآة المستوية والمرآة الكرية قالي المرآة المستوية زي ما تشوفين كدة سطحها بيكون مستوي أما المرايا الكورية، المرايا الكورية، فالسطح بتاعها بيكون واحد إنحناء كده. فبحث إن كان فيه كأن كورة موجودة وأنا قطعت منها جزء. يعني لو أنا عندي كورة كده وأخدت الجزء ده من الكورة قطعته. أهو بقى جزء منحني. يبقى المرايا الكورية بتاعتي هي عبارة عن مرايا سطحها العكس جزءا من سطح كورة جوفة. تعريف المرايا الكورية هي مرايا سطحها العكس جزءا من سطح كورة جوفة. كأن عندي كورة فضية وأنا مقاطعها. المرايا بتاعتي هي جزء من الكورة. تقسم المرايا الكورية إلى قسمين كبار. مرآة مقعرة ومرآة محذبة. إيه الفارق ما بين الاثنين؟ قال لي لو أنت مساكت المعلقة فالنحية اللي أنت بتاكل بيها دي اللي هي بتكون منحنية للداخل يسمعها مقعرة. الجزء اللي بينمع هو الجزء الداخل. يعني أنا لو مسك مرايا والنحية اللي بتلمع هو الجزء الداخلي فبسمي المرآة في الحالة دي مرايا مقعرة. وبحط طبعا الشورط لبرا ده يعنيه لأن ده الجزء المعتم. يبقى النوع ده من المرايا اسمها مرآة مرآة مقعرة. طيب. لو إحنا قلبنا المعلقة كده فالنحية اللي إحنا بنكون شبيه هده اللي هي بتكون منحنية للخارج كده. الجزء اللي بيقل مع هو الجزء اللي هنا الخارجي في الحالة دي بنسميها مرآة محدبة. يبقى تاني المرآة مقعرة هي مرآة سطحها العكس والسطح الداخلي للكرة الجوفاء اللي بتعتبر المرايا جزء منها. سطح العكس والسطح الداخلي. يبقى الأشعة لما تسقط بتسقط من جوة على سطح العكس. طيب. المرآة المحدبة هي مرآة سطحها العكس والسطح الإيه الخارجي للكرة الجوفاء التي تعتبر المرآة جزء منها. بصوا على رسمتي وشوفوا كده إيه اللي حصل للأشعة لنزلة باللون الأحمر لما سقطت على المرآة المقعرة والمرآة المحدبة. بالنسبة للمرآة المقعرة زي ما أنتم شايفين لما سقطت عليها مجموعة من الأشعة المتوازية بدأت تجمعها لكلها في نقطة واحد. وبالتالي بنسمي المرآة المقعرة بإنها مرآة مجمعة للضوء أو مرآة لامة. أما المرآة المحدبة فلما سقطت عليها مجموعة من الأشعة الضوئية فرقتهم كل شعارة في حتها. فهي مرآة مفرقة للضوء. يبقى الثاني خدنا كده نوعين من أنواع المرايا الكرية مرآة مفرقة للضوء أو مرآة محدبة. والنوع الثاني هي المرآة المجمعة للضوء أو مرآة مقعرة. تعالوا بقى ندخل على الجزء اللي جايب ده جزء مهم جداً مفاهيم مرتبطة بالمرايا الكرية. أول مفهوم هو مركز تكاور المرآة عشان نرسم أي دايرة في الدنيا أو كرة فالكرة بيكون لها مركز. طيب هي مش المرايا جزء من كرة؟ يبقى إذن برضو مرايا ليها إيه؟ ليها مركز اسمه مركز تكاور المرآة. إيه هو مركز تكاور المرآة؟ قال ليه هو مركز الكرة اللي المرايا جزء منها. ثاني مركز تكاور المرآة هو مركز الكرة التي تعتبر المرآة جزءاً منها. يبقى ثاني مركز تكاور المرآة يعرف بأنه مركز الكرة التي تعتبر المرآة جزءاً منها. خدتوا بالكم من حاجة بالنسبة للمرايا المقعرة. فمركز التكور بتاعها موجود بين؟ إش ده السطح اللامع ده الجزء الأمامي؟ يبقى مركز التكور في المرآة المقعرة يقع أمام المرآة المقعرة طب في المرآة المحدبة يقع في الجهة الخلفية يبقى مركز التكور يقع أمام المرآة المقعرة وخلف المرآة المحدبة يرمز لمركز تكور المرآة بالرمزين المفهوم التاني اللي احنا عايزين نتكلم عنه هو نصف قطر تكور المرأة نصف قطر عندنا في الرياضة عارفين هو عبارة عن ايه؟ قطعة المستقيمة اللي بتوصل ما بين المركز واي نقطة على سطح الايه؟ الكرة بتاعتك او الدايرة بتاعتك فده اسمه نصف قطر نفس الفكرة عندي هنا بس انا ما عنديش هنا كرة انا عندي هنا مراية يبقى نصف قطر الكرة التي تعتبر المرأة جزء منها نصف قطر تكور المرأة وعبارة عن ايه؟ نصف قطر الكرة التي تعتبر المرأة جزءا منها اهو التعريف التاني او هو المسافة بين مركز تكور المرأة واي نقطة على سطحها العكس لو وصلت بالمنظر ده كده من المركز لاي نقطة على سطح العكس ده اسمه برضو نصف قطر تكور المرأة ويرمز ليه بالرمز نق يبقى المسافة بين مركز تكور المرأة واي نقطة على سطحها العكس أو نصف قطر الكرة التي تعتبر المرآة جزء منها. قطب المرآة شايفين نقطة القطب موجودة فيك؟ قطب المرآة نقطة موجودة على السطح العاكس. طفين بزدبط يا شباب؟ في منتصف السطح العاكس. فبنعرف قطب المرآة قف بأنه نقطة وهمية. يعني إيه نقطة وهمية؟ يعني هي مش موجودة أنا لما أمسك المرآة مش هلاقي فيها نقطة بالنص. دي نقطة إيه؟ وهمية. تتوسط السطح العاكس للمرآة. قطب المرآة هو نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس للمرآة. المحور الأصلي للمرآة. المحور الأصلي للمرآة اللي هو عبارة عن الخط المستقيم ميم قاف. من اسمه ميم وقاف يعني خط مستقيم هيمر بميم اللي هي كانت مركز تكور المرآة وقاف اللي احنا كنا بنسميها قطب المرآة. فالمحور الأصلي هو عبارة عن الخط المستقيم المار بمركز تكور المرآة وقطبة. خدوا بالكم بقى عشان بلخبطني ما بين مفهوم المحور الأصلي وما بين مفهوم نصف قطرة تكور المرآة. نق. بصوا. نق. مسافة من ميم للقاف بس. بدون مزود أو نقص. ده اسمه إيه؟ ده اسمه نق. أما المحور الأصلي فأدي ميم ودي قاف هعدي بالنقطة ثانية وكمل. ده قطعة مستقيمة وده خط مستقيم. محور الأصلي خط مستقيم. لا نوجه بداية ولا نهاية. لكن نصف قطر لي بداية ولا نهاية. فلما أجي أقول لك في التعريب الخط الواصل قطة تحت كلمة الواصل دي سبعة تلاف نقطة كده بين مركز تكور المرآة وقطبة. واصلي يعني إيه؟ هيوصل لي من هنا لهنا. يعني دي نقطة بداية ولا نقطة نهاية فأنا كده بعرف نصف قطرة تكور المرآة. لكن لو قال لي الخط المار المار يعني هيعدي بالنقطة ثانية ويكمل يبقى ده محور أصلي. تمام شباب؟ يبقى المحور الأصلي للمرآة وعبارة عن المستقيم المار بمركز تكور المرآة وقطبة. ومتالي اسمه المحور الثانوي. المحور الثانوي بقى هيمر بمركز التكور خط مستقيم برضو خدوا بالكم. هيمر بمركز التكور وأي نقطة تانية على سطح المرآة ما عاد القط. حد فهم ليه ما عاد القط؟ لأنه لو مر بالقط اللي احنا نستخدمه تعريف من شوية اللي هو المحور الأي الأصلي. المستقيم المار بمركز تكور المرآة وأي نقطة على سطحها خلاف قطبها غير قطبها ده اسمه المحور الثانوي للمرآة. لكل مرآة محور أصلي واحد والعديد من المحاور الأي الثانوية. يبقى خدوا بالكم لكل مرآة محور أصلي واحد والعديد من المحاور الثانوية. لأن أنا ما عندي جغل خط مستقيم واحد هو اللي هيمر ما بين 100 منقاف لكن عندي أكتر من خط مستقيم بقى يقدر يمر بنيم وأي نقطة تانية على السطح معدل قطبها. يوجد عندي محور أصلي وعدد واحد وعدد لا نهائي من المحاور الثانوية. لحد كي شباب فيه مشكلة؟ تمامي الله بينا نكمل. مفهومين اللي جاين دور مهمين جدا. بس قبل ما نتكلم عنهم تعالوا نبص على الرسمة لتحت كده الأول. هنا مرآة مقعر. تقطت عليها مجموعة من الأشعة زي ما انتوا شايفين الأشعة دي متوازية. طب متوازية وإيه قال لي متوازية ونفس الوقت هي موازية للمحور الأصل. في مجموعة من الأشعة سقطت على المرآة مقعرة والأشعة دي متوازية وموازية للمحور الأصل. زي ما انتوا شايفين الأشعة مجرد مخبطت في المرآة ارتدت وتجمعت كلها في نقطة واحدة اسمها لإيه؟ اسمها البقرة الأصلية للمرآة. طب في المرآة المحدبة لما سقطت مجموعة من الأشعة المتوازية مرأة المحذبة بتفرق فرقت الأشعة بس بحيث لو أنا جيت عملت امتداد للأشعة هلاقي الامتداد تقابل في نقطة وهمية خلف المرأة دي برضو اسمها بقى طب إيه الفرق ما بين البقرة دي وما بين البقرة دي بقى يعني بقر وصوش بقى البقرة الأصلية في حالة المرأة المقعرة بتنشأ من طلاقي الأشعة الضوئية بعد انعكاسها الأشعة نفسها اتقابلت وبالتالي البقرة بتكون في الجهة الأمامية من العدزة بتكون بقرة حقيقية لأنها نتجت من طلاقي الأشعة يعني بقرة حقيقية يمكن استقبالها على حائل يعني أنا لو حطيت ورقة كارتون هنا أستقبل عليها نقطة مضيقة الأشعة تقابلت في نقطة مضيقة هنا بقى لا الأشعة بتتفرغ وبالتالي الأشعة ما تجمعتش أمال إيه اللي تجمع يعني حضرتك لما تيجي تحط حيطة كارتون وراء المراية المحذبة مش هتستقبل عليها الصورة. مش هتلاقي أي نقطة مضيئة وراء. لأن البقرة بقرة ها تقديري. فهنا الأشعة تجمعت. لكن هنا امتداد الأشعة هو الاتجاب. أخذ بالك وما يجي يقول لي قارن ما بين البقرة الأصلية المراية المقارنة والبقرة الأصلية المراية المحذبة فهو ده المقارنة بتاعتي. طب لو أنا بقى عايزة أخط تعريف البقرة الأصلية بشكل عام فقال لي البقرة الأصلية تعريفها هي مركز تجمع الأشعة الضوئية المنعكسة أو امتداداتها. أنا عايزة أعرف البقرة الأصلية بس من غير بقى ما نحدد أن زكاة المراية المقارنة أو محذبة فهجمع التعريفين مع بعض وأقول مركز تجمع الأشعة الضوئية المنعكسة أو امتداداتها. إمتى؟ لما تسقط الأشعة متوازية وموازية للمحور الأصلي. يبدأ تعريف البؤرة الأصلية للمرأة ويرمز لها ببقى مركز تجمع الأشعة الضوئية المنعكسة تكن في حالة المرأة المقعرة أو امتداداتها وتنشأ من سقوط الأشعة إمتى متوازية وموازية للمحر وردس مفهوم تعريف البؤرة شباب؟ تسنيم تسألني امتداد الأشعة نقدر نشوفها ولا لأ تسنيم ما فيش حاجة أصلاً اسمها امتداد أشعة في حاجة اسمها أشعة ما تقبلتش أنا بقى بتخيل إنها تقبلت في نقطة يعني أنا اللي بعمل الانتداد بنفسي لكن هي في الحقيقة مفيش حاجة اسمها انتداد أشعة تبعين؟ طبعاً ما بشوفها شيء تسع عشان كده لما قلت خدت بالك إن أنا لما بيجي أرسمها نرجع تاني كده لما بيجي نرسمها بنرسم نقط أو خط متقطع خط متقطع معناها إن ده مش موجود أصلاً أنا اللي أعمل في مفهوم جديد اسمه البؤر البؤري إيه هو البؤر البؤري؟ قالي البؤر البؤري هو المسافة ما بين البؤرة الأصلية للمرأة وسطح المرأة العكس البؤر البؤر يعين هو مسافة ما بين البؤرة الأصلية والقطة سافة من البؤرة وسطح المرأة اللي هو هنا ده اسمه البؤر البؤر عندما حوظة بتقول إن نصف قطر التكاور يساوي ضعف البؤر البؤر نق تساوي 2 عين نصف قطر يساوي ضعف البعد البؤري يعني لو أنا عندي البعد البؤري ب3 سنتيمتر طبعاً كده الجزئية دي ب3 وهنا برضو تبقى ب3 يبقى نصف قطر التكوير الحتة الكبيرة دي على بعضها بكام ب6 سنتيمتر يبقى نق تساوي ضعف البعد البؤري بق بنوصل المسافة بالضبط ما بين 100 مو تعاني شوف الملحوظة اللي جاية دي بيقول لي بقى الأسطورة اليونانية المرايض وقعرة تم استخدامها كسلاح ضد الأسطول الروماني اللي قام بغزو سقلين كان فيه أسطول بيهاجم مدينة سقلين كانت من طريقة الدفاع اللي اقترحوها إنهم يجيبوا مرايا مقعرة عملاقة ويوجهوها تجاه أشراع السفن بحيث تكون بقرة المراية على شراع السفن بالضبط فتبدأ تجمع الأشعة الضوئية كلها وبالتالي ترفع درجة الحرارة ويؤدي ذلك إلى احتراق الشراع بتاع السفن يبقى يترفع درجة الحرارة كأنك ركزت أشعة الشمس كلها في حيطة عمشت كده التجربة اللي جاية لتعيين البعد البقعي لمرأة مقعرة عشان نعين بعض البقعي لمرأة مقعرة هنعتمد على التعريف بتاع البقرة اللي احنا لسا قيلين مش البقرة كانت عبارة عن مركز تجمع للأشعة الضوئية المنعكسة أو امتدادها طب أنا هنا بعين بعض بقعي لمرأة مقعرة فهقول انه مركز تجمع الأشعة الايه؟ الضوئية طيب تعالوا نشوف مع بعض كده هنعملها سبقا قالي أول حاجة انت هتستغدم في التجربة دي زي ما احنا اتفقنا من شوية هنستغدم أشعة الشمس وهيبقى معينا المرأة والحامل بتاع المرأة وهيبقى معينا حائل فأول حاجة ان انا هجيب المرأة واسبتها في مواجهة أشعة الشمس فالمفروض ان أشعة الشمس بتاعتنا هتسقط على المرأة وتبدأ تنعاكسها عشان تتجمع طيب أنا هعمل ايه بقى؟ أنا همسك الحائل بتاعي وراء بتاعتي وابدأ احطها هنا قدام المرأة وقربها وابعيدها لحد محصل على أوضح بقع مضيئة عشان انتو لما تنسكوا كشاف وتقربوا من الحيطة هتلاقوا ان انتو مثلا ايه؟ لما بتقربوا الكشاف كل مرة بتلاقوا ان الدايرة بتصغر وبتكون أوضح لحد ما بتقربوا النقطة معينة بتلاقوا فيها ان الدايرة أكثر وضوحة يعني صغيرة جدا ووضحة قوي هو ده اللي أنا عايزة اوصله إن أنا هبدأ اقرب الحائل وبعيده لحد محصل على الحائل نفسه هلاقي نقطة صغيرة بس مضيئة جدا طيب فأنا مجرد ما بحصل على النقطة دي الحائل البتاعي هيكون هنا مثلا والنقطة دي الجمعت عليه ده معناها ايه؟ ده معناها ان دي بقرة المراية بتاعتي هقيس بقى امسك مسترتي انا واقيس المسافة من الحائل للمراية هيبقى هو ده البعد البقري انا كده قدرت اعين البعد البقري للمرآة لإيه؟ المقارنة ايه مشكلة حتى الآن شباب؟ دعا نكمل مع بعض الجزء اللي جاي ده مهم جدا بتكلم عن مصاري الأشعة الضوائية الساقطة على مرآة مقارنة عندي ثلاث مصارات للأشعة الساقطة على مراية مقارنة اول حاجة قال ليه لو في شعاع نزل موازي للمحور الأصلي فالشعاع ده ينعكس مرآة بالبقرة الأصلي ادي المرآة المقارنة بتاعتي وده المحور الأصلي لو في شعاع نزل بالمنظر ده كده موازي للمحور الأصلي فالشعاع ده لازم يعدي على البقرة شعاع يسقط موازي يحصل له ايه؟ ينعكس مرآة بالبقرة قد بالكب شعاع لازم يسقط موازيا للمحور الأصلي لازم ينعكس مرآة بالبقرة الايه؟ الأصلي طب المصاري الثاني العكس بقى قال لي لو الشعاع نازل على البقرة ينعكس موازي شعاع لو نازل على البقرة الأصلي ينعكس موازي للمحور الأصلي يبقى اللي نازل موازي يرجع عالبقرة واللي نازل عالبقرة يرجع موازي آخر مصار عندي الشعيع اللي يسقط مارا بمركز التكور بقى نفسه والمرة دي هيعدي على ميم على مركز التكور قال لي لو عد على ميم الشعيع يرتد على نفسه في الحالة دي زاوية سقوط هتساوي زاوية لأنعكاس بتساوي سقط يبقى الشعيع اللي يسقط مارا بمركز التكور بيرتد على ايه؟ على نفسه يبقى انا عندي تلات مصارات. الشعاع اللي هيسقط موازي يرجع عالبقرة. واللي هيسقط عالبقرة. اعملوا بلون مختلف عشان تشوفوه. اللي هيسقط موارب البقرة. يرجع موازي للمحور الاصلي. اخر حيدي الشعاع الموارب مركز التكور بيتدى عنه. حد كده في مشكلة يا شباب. تعالوا نستكمل مع بعض. الجزء اللي جاي ده جزء مهم. خطوات رسم الصورة المتكونة لجسم بمرقاة مقعرة. وسطة مرقاة مقعرة. انا هتكلم نهاردة عن الخطوات. اولا قال لي عشان ترسم صورة جسم متكونة بوسطة مرقاة مقعرة. لازم نرسم خط افقي. انا هوريكم الاول ازاي ارسم بوسطة البرجل. لكن في مصطرة موجودة مع حضراتكم هقول لكم ازاي نستخدمها بقى الحصة الجاية عشان نرسم الرسومات بطريقة ايسا. هنقول الاول ازاي قادر استخدم بقى البرجل والادوات الهندسية عشان اشتغل بيها. اول حاجة لازم ابدأ برسم خط افقي بس للمحور الاصلي ونحدد عليه تلات نقطة اثنين وباق وقاف. واخد بقى لنا المسافة من باق لقاف هي نفسها من باق لبينة. يعني هنرسم خط مستقيل ونحدد عليه نقطة بعدها مسلا باتنين سنتي لع من النقطة تمام بعدها باتنين سنتي لع من النقطة التالية. وبالترتيب مين باق قاف. طب بعد كده. بعد كده بعد ما رسمنا الخط بتاعنا هنمسك سن البرجل بتاعنا ونوقفه عند النقطة مين? هنا. بعدين نفتح البرجل فتحا لحد قاف. بعدك ايه بسن البرجل واقف عند مين? وفتح والقلم بتاع البرجل واقف عند ايه? عند قاف. نبدأ نرسم كورس. بحيث ان الحتة اللي هنطلعها فوق قدها بزرطة ننزلها تحت. فاصبح عندي القوز ده. الشرط اللي برا وجزء اللامع للداخل فانا اصبح عندي هنا مرأة مقاربة. يبقى انا كده عملت اول خطوة عندي في المسألة ان انا ارسم المراية نفسها. بعد كده ببص بقى على المسألة بتاعتي وشوف هو عايز ارسم الشخص فين? الشخص واقف على بعد قد امن المراية. نفترض مثلا انه قال لي وقف الجسم بعد المركز. فانا هاجي ارسم. الشخص طبعا بتاعي مش لازم ارسمه بالمنظر ده ممكن ارسمه سهم. كده دايما بنرسمه بالمنظر ده. عشان يبان ان الراس السهم يعني ده راس الجسم. وده الجسم نفسه رجلين يعني. فلو انا عايز ارسمه مثلا هنا فهروح اعمله كده. اهو. ده الشخص بتاعي. يبقى نحدد المكان اللي الجسم واقف فيه. تمام? بعد كده هنعمل ايه? نبدأ بقى نرسم. انا عايز اعرف الصورة تتكون فيه. شخص بقى ايه? فهو عايزين نعرف الصورة هتتكون فيه. قال لي هتيجي عند نقطة كده من راس الجسم. وتبدأ ترسم منها شعاعي. الشعاع الاول هيخرج موازيا للمحور الاصلي. نرسم الشعاع الاول موازي للمحور الاصلي. الشعاع الموازي للمحور الاصلي يا جماعة ما صاره بيمشي ازاي بعد كده? اول ما يلمس المرايا يخبط ويرجع ازاي? هم? الشعاع المار بالمحور الاصلي مجرد ما بيلمس المرايا بيرتد مارا بالبقرة الاصلي. يبدأ ده الشعاعي الاول. تمام? يبقى كل اللي انا عملته ان رسمنا المرايا الشعاع الاول خرج موازي ورجع مار بالبقرة. هنرجع لنفس النقطة فوق اللي هي عند راسل ونربزل منها الشعاعي الثاني ويكون الشعاعي الثاني مار بالبقرة ويرجع موازي. يبقى مار بالبقرة عشان يرجع ايه? موازي. بظوا الشعاعين بعد ما نعكسه فين الشعاعين اللي نعكسه? عشان ما تقولوا ليش انتقابلوا هنا لأ. ادي الشعاع الاولاني بعد ما نعكس وقادي الشعاية التانية بعد ما العكس. تقابلوا فين؟ هي النقطة اللي تقابلوا فين. دي هي نفس النقطة اللي انا رسمها فوق. يعني ده راس الشخص. ورجليه تبقى ناحية المحوة للاصلي. والصورة زي ما انتم شايفينها معتدلة ولا مقلوبة يا شباب. كمعايا كده سريعا الصورة اللي قدامكم دي كده صورة معتدلة ولا صورة مقلوبة. طبعا صورة مقلوبة. طيب واخدين بالكم هي اكبر ولا اصغر ولا تساوي الجسم. وعن هي مصغرة. طيب حقيقية ولا تقديرية حقيقية طالما الاشعة تقابلت وقدام المراية يبقى الصورة حقيقية. طب في مكانها ما بين البقرة والمركز. يبقى تاني. انا عشان ارسم الصورة بتاعتي عملت الايه? اولا رسمنا المحور الاصلي. عددنا عليه ثلاث نقط ابعادهم متسرح. ميم واباق وقاف. رسمنا المراية. شوفنا الجسم هيقف فين? وليكن وقف هنا. رسمنا شعاعي. الشعاعي الاول يخرج مويزي ويرجع عالبقرة. وشفاعي التاني يمر بالبقرة ويرجع مويزي. اتقابلوا فين؟ اتقابلوا في النقطة اللي تحت دي. ديروا سسة وقادي الساهم يمشي هنا. الصورة هنا زي ما انتم شايفين هي صورة حقيقية مقلوبة مصغرة بين البقرة ومرجز التقابل. لحد كده في مشكلة شباب؟ تمام؟ يتبقى. بقولوا اخبص الامر في الرسمة اللي قدامكم ان النقطة اللي بيتقاطع فيها الاشعة. النقطة اللي بتتقطع فيها الاشعة بالنسبة لي. بعد ما الشعاعي الاول طلع مويزي ورجع عالبقرة. الشعاعي تاني يدخل عالبقرة ورجع مويزي. النقطة اللي بتتجمع فيها الاشعة تمثل مكان الايه؟ الصورة بتعطي. يبقى انا كده عرفت ازاي ارسم الصورة المتكونة بوسطة مرايا ايه؟ مقار. هرجع فقط حضراتكم. النهاردة احنا كنا بنتكلم عن انواع المرايا. بعدها اتكلمنا عن المفاهيم المرتبطة بالمرايا الكورية. اتكلمنا عن تعيين البقرة الاصلية والبعد البقرة للمرقاء مقاررة. وبدأنا نتكلم عن حالات تكون الصورة بالمرقاء الايه؟ المقاررة. هنكملها ان شاء الله. اتمنى تكون حسس النهاردة اللي اتعجاب حضراتكم. كان معيكم معلم اول علوم شايماء الديب علي. كل شكرا لتقدير لكم. شكر خاطر زمالي في الادارة العامة للتعليم الالكترونية. شكرا لكم على الف الخير في الحلقات الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.